يا صباح الخيرات بسم الله مكملين رحلة التأملات في كتاب الله وصلنا للآية 178 من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الآية دي أنا محتاج بقى عقلك وألبك دلوقتي لأن الآية دي ليها منطوق وليها مفهوم ومفهوم الآية دي مختلف شوية عن منطوق الآية ودي أدلة كتير في القرآن والسنة في اللغة العربية لها منطوق بس محتاج العالم المفسر أهل اللغة يشرحون لنا المراد من وراء الكلام اللي احنا بنسمعه ده أضرب لك مثل قبل ما أتكلم عن آيات القصاص الربع زمان كان العرب في الجاهلية لما حد بيجي يطلب مبلغ سلفة من حد كان بيستغل الشخص الغني اللي هيدي الفلوس كان بيستغل الاحتياج اللي عايز يستلف فلو استلف منه 100 درهم يقوله رجعهم ل300 و400 و500 كمان فكانوا بيأكلوا الربع أضعافا مضاعفة ودي كانت الصورة اللي موجودة ده مش معناها أن الربع ضعف واحد حلال يعني لو حد جي يستلف من حد يقوله ممكن 100 درهم يقوله آه بس بشارط تردهم 150 آه ده طلب منه بس 50 زياد حرام برضو وده ربع بس لما نزلت الآية نزلت بمنطوق بتحذر من الصورة اللي موجودة وغيرها بس المنطوق كان بيتكلم عن اللي الناس بتعمله فنزلت الآية يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربع أضعافا مضاعفا ده منطوق الآية بس معناها أن كل الربع حرام مش واحد يقول لا أنا ممكن أخذ منه مكان المي يأخذ 200 دضاعف واحد وربنا بيقول أضعافا ده اللي حرام لا مفهوم الآية أن كل الربع حرام زي مثلا لما ربنا قال في آية بر الوالدين فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما ده منطوق الآية بس مفهوم الآية ما تقلش أدبك بأي وسيلة من وسائل الاعتداء على أهلك لا في طريقة الكلام ولا في حركات الإيدين ولا في نبرة الصوت لكن منطوق الآية ذكر اللي كان مشهور كلمة أوف أو الكلام الشديد اللي فيه اعتداء على الأهل فمنطوق الآية ممكن يكون مختلف عن مفهوم الآية وده احتياجنا إلى علماء اللغة وعلماء التفسير هنا زمان كان فيه قبائل كان عندها كبر واعتزاز بالنفس لدرجة إن لو تقتل منهم عبد وزمان كان فيه سادة وكان فيه عبيد وجي الإسلام الحمد لله يعني بالتدريج كده لغاية ما قضى على ظاهرة السادة والعبيد العبيد إن حد يملك بني آدم فكانت القبائل المتكبرة دي تقولك لو تقتل مننا عبد ده احنا نقتل السيد بتاعهم لو تقتل مننا ست نقتل عشر من رجالكم احنا ست عندنا بعشر رجالة منكم لو تقتل عندنا راجل نقتل القبيلة كلها فنزل القرآن لا اللي قتل هو اللي يقتص منه مش لما يقتلوا واحد نقتل منهم عشرة لما يقتلوا عبد نقتل منهم مية لا يا أيها الذين أمانوا كتب عليكم القصاص في القتل آيات بتغير مفهوم الجاهلية لمفهوم العدل في الإسلام وكلمة قصاص جاية من كلمة قصة لما أجي حكي لك قصة أنا بتتبع الأثر بتاع الأحداث وأحكيه لك فاتسمت قصة فالقصاص بتتبع أثر الجريمة لغاية موصل للجاني وتتبع أثر وجيبه وهو ده اللي يتم القصاص منه مش زي ما كانوا بيعملوا في الجاهلية زمان كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يعني واحد أصاد واحد وبعض الناس فهمت إن لو ستة قتلت راجل آسف لو راجل قتل ست لا ما نقتلش الراجل إن راجل أعلى من الست لا مش ده المفهوم ده المفهوم إن اللي قتل هو اللي يقتص منه فلو ستة قتلت ست يقتص من القاتلة لو راجل قتل ست يقتص من الراجل لو عبد قتل حر يقتص من العبد لو حر قتل عبد وكان زمان أقل المفروض يعني على التفكير بتاع زمان لو حر قتل عبد يقتص برضو من الحر فكأن معنى الآية منطوق النص أرنى لكن مفهوم النص أن القاتل هو اللي يقتص منه فربنا بيقول كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان لو وافق أهل المقتول على أخذ الدية والدية دي حجم معين من الأموال أو عدد معين من الجمال بسمها دية القتل لو وافق على أخذ الدية يطلبوا الدية بالمعروف يعني بالرقم وبالمبلغ اللي ربنا قاله ما يزودوش لأن ربنا شرع في ده تشريع واللي بيدي الدية الصاحب الجريمة اللي بيدفع الدية دي يدفعها بإحسان بامتنان وشكرانية وتواضع إن هم قبلوا الدية بعد ما حصل من القتل فربنا بيقول فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف نطلب الدية بالمعروف وأداء إليه بإحسان تؤدي الدية بامتنان وإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة إن ربنا جعل فيه أكثر من طريقة للقصاص ثم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم كان فيه صورة زمان في الجاهلية يقول لك خلاص نحن ناخد الدية فيجي يتفعله الفلوس يقوم واخد الفلوس وأتله فربنا سمى ده اعتداء لأنه خالف المتفق عليه وخالف الوعد واعتدى على الشخص اللي قدامه قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ثم قال تعالى ولكم في القصاص أي في تطبيق القانون والاقتصاص من المجرم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لو أنت فكرت كده هتلاقي أن القصاص ده بيخلي اللي عنده استعداد للاعتداء يرتدع فيبقى ده متسبب في حياة المجتمع وأمان المجتمع لأن لما المجتمع يشوف أن الجاني بيطبق عليه القانون كما قال سيدنا علي بن أبي طالب من أمن العقوبة أساء الأدب فلما يشوف بيطبق عليه القانون يرتدع المجتمع ويعرف أن الشخص اللي عنده شراسة واعتداء أن فيه عقوبة وعواقبة تحصل عليه فده يسبب في أمان وسكينة ونجاة المجتمع من المجرمين المعتدين ولكم في القصاص حياة يقولي الألباب لعلكم تتقون يتقي يعني يحمي عشان تحموا المجتمع طبقوا القانون ويكون المعتدي خايف من ردع القانون لي وده معنى كلمة القصاص والله أعلم صباح الفل والخيرات والبركات عليكم شوفكم إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي السلام عليكم